هلو افرون تو ماي غلاس يونت ناين راح نستخدم بيها ووز وور بورين فاس سمبل ماضي للبصير الرغولار فيرب and هاف دو جو نبدي بووز وور نستخدم ووز وور عن شيء حدث في الماضي وانتهى وهي تأتي بمعنى كان ونستخدمها في الجملة إذا غاب عنها الفعل يعني الجملة لما نغيب عنها الفعل وماضي فنستخدم ووز وور كذلك نستخدم ووز مع المفرد ونستخدم ووير مع الجمع هذا الفرق بيناطين ووز مع المفرد ووير مع الجمع مثال I was tired لقد كنت متعبا مثال number two they were tired هم كانوا متعبين هنا الجملة نفس الجملة لكن الفرق بيناطها الأولى بالمفرد استخدمنا لها ووز والثانية للجمع استخدمنا لها وير هس نشرح الماضي البسيط الماضي البسيط أو الباس سمبل هو الزمن الذي يتحدث عن نشاط أو حدث أو فعل معين حدث وانتهى في الماضي إذن الفعل أو الحدث بدأ وانتهى في الماضي كذلك هناك صيغتان للماضي البسيط الأولى الصيغة المنتظمة وهي بكل بساطة تكون فقط بإضافة ED للفعل الرئيسي يعني الصيغة المنتظمة اكو صيغتين للماضي الصيغة الأولى أن الفعل الرئيسي نضيف لـ ED وانتهى الموضوع يخلنا شفوا أنها مثلة عندنا مثلا لقد عملت بجد البارحة مثلا الثاني انها مطرت الليلة الماضية أصلاً صارت 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 أيضا صارت الجملويا بالماضي أو الماضي البسيط هذه الصيغة المنتظمة للماضي البسيط هنا عدنا الصيغة الشاذة ويتحويل الفعل إلى الزمن الماضي بدون إضافة إيدي يعني شنون؟ يعني الفعل الرئيسي لما أرجع حول الفعل الماضي هنا مو أضيف لإيدي وإنما هي صيغتها تختلف يعني for example I went to school last week لقد ذهبتوا إلى المدرسة الأسبوع الماضي هنا الwent هي الماضي ما القو القو ما يصير أضيف لإيدي ويصير I good الماضي ما القو I went to school last week example number two He spoke to the captain about it هو تحدث إلى الكابتن حولها هنا الاسبوك أيضا هو الماضي ما لسبيك فالسبيك ما يصير أقول I speaked وضيف لها إيدي ما يصير هاي أفعال شاذ فلما أحولها للماضي سيصير spoke نوب نجي على استخدامات have نستخدم have للتعبير عن ملكية الأشياء يعني الhave لما يكون الشيء عن ملكي أقول هذا الشيء ما لي I have وتأتي مع الضمائر I we you they example I have a car أمتلك أو لديه سيارة إنها سيارتي we have a books لدينا we have books لدينا كتب هنا لما استخدمت we أو I استخدمت have لدينا كتب أو كتبنا they have guns هاي مو they لا بعد why صير they have guns لديهم سلاحة أو أسلحة استخدام الفعل do كفعل رئيسي بمعنى يفعل أو ينجز معنى do يفعل أو يعمل أو ينجز لما نستخدمه كفعل رئيسي أو كفعل مساعد example people often do what they like الناس غالبا يفعلون ما يحلو لهم هنا الفعل كان رئيسي يفعلون الناس فالdo يفعل أو يعمل example number two I do my work every day أنا يعني أقوم بواجبي كل يوم فاستخدام الفعل هو كفعل رئيسي أو حتى يصير كفعل مساعد بمعنى يفعل أو ينجز thank you so much